موسيقى او في قناة الجنوبية مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج صحتك تهمنا اللي موعدنا الدائمة معاكم كل يوم على شاشة قناة الجنوبية مع الخمسة متاع العشية اليوم بش نحكيه على مشاكل سوء الهضم وكيفاش نتجنبوها كما نعرفوا ان مشاكل العظم عديدة ومتنوعة وهذا بسبب عادتنا الغذائية السيئة ونظامنا الغذائي الغير الصحيح على ذلك في حلقة اليوم بش نفهموا شنوها هي هذه العادات الغذائية السيئة وكيفاش نتجنبوها او على الاقل نعوضوها بعادات غذائية اخرى صحية زيدا بش نقدمو لكم اهم النصائح والتوصيات الغذائية من اجل نظام غذائي صحي ومتوازن ومن غير حتى تقلقات اكثر تفاصيل مع ضيفتين رحب الدكتورة مانايا للعرفاوي اخصائية تغذية علاجية مرحبا بك دكتورة مرحبا بك امل باهي دكتورة خلينا نحكيه في البداية على اهم المشاكل والتقلقات اللي تصير لنا على مستوى الجهاز العظمي في رمضان في العادة في اللايميت خاصة اللايميت لولا يكون الاقلق من عدم التعاود جهاز الهضمي على نظام الوجبتين بعدك بما انه كما قلنا مع مكلتنا فيها بارشة عادية غذائية سيئة تلقى اللي عنده مشكل متاع القبض اللي عنده العكس يكون عنده دياغي الغفلو غاستروزوفاجي يتحير علينا بارشة في رمضان الانتفاخات الغازات السنساسيون اني نحس ان كنفورغ انتسينال نحس روحي مانيش مرتاح في معتي هذو من اهم الاعراض اللي نحس بيها بعد شقان الفتر وعلى طولة السهرية النجم وحتى للانضمان دكتورة شهر رمضان عنده برشة فوائد اللي هي اولها انه المعدة بتاعنا ترتاح لكن نتفاجئوا انه في شهر رمضان هل مشكل هذي تمشي تزيده تكثر دونك شنية هذو العادات الغذائية اللي استنسنا بيهم احنا في شهر رمضان قاعدين نعملوا فيهم واللي تسبلنا في التقلقات هذية اهم حاجة انه هو قلة شرب الماء ننسي ورواحنا في شربين الماء في رمضان ثاني حاجة قلة استهلاك الالياف ماكنتنا ديجا اللي فيها نسبة متاع دهنيات اكثر من العادة نستهلكوا ديما لبيك موجود مقلي كل يوم المشروبات الغازية وإلا العصائر اللي هي ديجا السكرية اللي تكون موجودة ديما على طاونتنا متاع رمضان إنما نمضغوش مليح استنسنا في ناكله بزربة دونك ما نمضغوش الماكلة مليحه من هذية من اهم اسباب سوء الهضم ما نتحركوش برشا في رمضان فيولي الوقت قصير في النهار حتى في شقان الفتر نبخلو على الخروج دونك هذو من اهم الاسباب اللي توصلنا التقلقات الجهاز الهضمي اللي ماكنتنا فيها ياسر زلوت برشا فحاد زيدا كيف كيف اللي تخلينا الجير يتحير ما نشربوش الماء ما نتحركوش استهلاك مفرط للسكريات وقلت استهلاك الالييف وزيدا استهلاك المعجنات بسيفة اكثر من الملعات دونك في بلسط ما نرطحو المعدة بتاعنا نزيد ونتعبوها دونك اللي حسب ما فهمت من كلمك العادات الغذائية السيئة هي انه ما نمضغوش بالك دي الماكلة رو شربوا الماء دفعة نواحي ده وقت الاذان بعد ما ايأذن الدهنيات الغير الصحية السكريات التوابل الماكلة الحارة وشنية اخر وكثرة السكريات والسكريات والاستهلاك المشعوبات الغازية اللي احنا في مخنا اللي بش نحينا الجاز على الوحكويسية العكس باهي دكتورة كيفاش نبدلو هالحاجات هذو ما خاصة شرب الجازوز اللي حكي تعليم نقولوا كيفاش نتفادئوا مشاكل سوق الهضم وكيفاش بش نصلحوا مشاكل سوق الهضم يعني اذا انا مزلت ما عنديش اقلاق كيفاش نتجنب هال مشاكل من هذي اذا صيي ولا عندي قبض أو عندي جاية أو نحس في معتي مش قاعدة هضم عندي سوء هضم كيفاش ننجم نصلح ونرجع الجهاز الهضمي للعمل اللي متاعه كما يلزم كيفاش بش نتفادأ مشاكل سوء الهضم أول حاجة نبدأ بكيس الماء عند صحور فما شكوان فتر فما شكون ياخذ ماء فما شكون ياخذ البن فما شكون ياخذ رايب كعيبة ديقلة وإلا ثلاثة كعبات ديقلة كل إنسان حسب احتياجاته لأن الديقلة ما رابينا لنزيدوها لزبدة لشمية لبات متاع فيكية لجاء لبور كالوريك متاح يكفي نخليه المعدة ترتاح 5 إلى 10 قارق هو جنرال ما والوقت اللي نمشي ونصليه فيه ونرجعه باش المساج هذيك اللي هو كاس الماء وكعبة الديقلة يكون وصل للجهاز الهضمي وتتهيئ للعملية الهضم دونك هكي ينهيقوا المعدة متاعنا للعملية الهضمي ملكا الثوز زيدا من شرب الماء ماكسيما زوز زوز كيسين بعدي كان ناجم ناخذ نبدأ بالشربة متاعي اللي هي سيتان ليكيت بيش تعاوني أما زيدا فيو اللي شربة أول حاجة نبدو بيها ما لازمش تكون زينة ما لازمش تكون فيها برشة تمات كونسنتري ما لازم هيش تكون مفوحة برشة فيها كمية متاع زي تقليلة نحاولو نعملوها خفيفة ونعملو بالتومات كونكاسي وإلا بالتومات من الفرشكة ما نحطوش فيها برشة برشة زيد بعد سلاطة يحب ذلك ناكل حصة بيها من الخضر الألياف اللي تناجم تكون طيبة أو نية ونعرفوا لي احنا في رمضان عنا ديما نتحطو برشة سلاطة على الطاولة متاعنا متاع رمضان ما زيدا ما نجيوش لكا سلاطة اللي نورمال مو بيش نحسنو بيها عملية الهضم زيدا وندخلو فيها المايوناز ندخلو فيها برشة زيد نحطو لها للخوماج لنا سيد بيش ندخل كونت بيش ناخد سلاطتي بيش تعاوني بيش نولي بيش تكوالي هي لي نحطو لها معليش ما نفوحو ويش لي نحطو لها زيت زيتونة نحطو لها مريفا زيت زيتونة نحطو لها شوية زيت قاس اللي زي بيس كل واحد والجوم تيعو الناجم حتى كنحب فيها نحط فيها فخماج نوالي نمشي للي فخماج بلان ومريو ما نزيدها حتى كنحب نعمل لها مايوناز ناجم نمشي للسوسة لها نعملها بالياروت التابعي في الدار وإلا نعمل مايوناز في الدار مايكونش فيه نسبة كبيرة متاعها متاع دهون وناخذ الطبق الرئيسي متاعي نحاول أن يناكل مليح نمضغ في عقلي ما غير ما نكثر من شرب الماء في وسط الماء كلا حتى بيش تعملي ديليسيون لكالأنزيمات الهضمة وتخليهم ما يخدموش كما يلزم بعد شقعان الفتر نبعدو على استهلاك ديريكتومو استهلاك المنبيهات كما القهوة والتاي نعطيه راحة للجهيز الهضمي بساعة أو ساعة ونص أو ساعتي وزيدة بيش ما نخليهاش تمتص لمصادر الحديدة اللي أنا ديجا خديتها في الوجبة متاعي ومبعدي كان ناخذها جلسي اللي ناخذ معها غلة ما يكونش ديمة معها حلوة أو حتى كان نخليتها حلوة النجم نمشي نبعد على الحاجات اللي مقلية واللي مشحرة ما نستهلكهاش حتى كان بيش نستهلكها ما نستهلكهاش ما نستهلكهاش يوميا ونقعد نشرب في الماء على طيلة السهرية ما ننجيش تزيدها ننسى روحي في الماء وبعد نشرب كمية كبيرة متاع ماء وبدا ما يستنفعش ما يستنفعش بها الكليوي قادر انها تصفي نص سترة ماء في الساعة في الصحور زيدا كيف كيف نحاول ان الوجبة متاعي نحاول ديما زيدا نوخر صحوري الاخر وقت بيش نحافظ على مصدر الطاقة اللي بيش نتحصل عليه من الصحوري شدني على طول النهار نحاول انه يكون فيه مصادر زيدا متاع الياف الصحور يكون فيه مصادر بتاع بروتينات كي ما تناجم تكون طرف من التاجين ولا من البيك إذا مش مقلي ما يكون الزيدا فيه نسبة متاع سكرية عالية نحاول نعاوض السكر في الصحور بالغلة نتجنب المقليات ويحب ذلك نعمل امتية مارش في الصحرية بيش بش نعاوض بكريك حكينا على المشروبات الغازية نجم نعاوضهم بالعصائر الطبيعية مغير ما نزيدهم سكر أو نحليهم بالنسبة دكتورة اللاجو اللي نشروها من البرق مضر؟ هو مش مضر اما فيه كميات عالية من السكر يعني ديما لنا نحاول انه نقنن الاستهلاك متاعي ما نستهلكش كميات كبيرة من العصائر المصنعة وما تكون الصدق كل يوم باش ما ندخلوش في الحرمين نجم نستهلك اما مش كل يوم ونعاوضها كما قلنا بالعصائر الطبيعية بالنسبة للصحور العصيدة والدراع تنجم ما تقلقنا وقت الصحور؟ لا الدراع ما يقلقناش اذا ما فيهوش كميات كبيرة متاع سكر وما فيهوش شامية لنجم نقصلو من كميات السكر اللي محتوطة فيه نحليه بالدقلة في عوض السكر نحط جلجلين في عوض الشامية او نقلل من الكميات اللي نحطها حتى كان نحط شامية ما نحطش كميات كبيرة باش ما نتعرضش للعطش والجوع في فترة السيام نجم زيدة كيف كيف نستهلك المصحوف اللي هو مصدر متاعنا شويات البسيسة كيف كيف اما نرجعو نفس الحاجة انه نقصو من كميات السكر اللي نحطو فيها في البريباراتيان بتاعنا في الفصحور نجم فصحور زيدة باش نجنب مشاكل الهضم ناخذ يغورت ناخذ رايب ناخذ البن باش نلقى فيها كالخمائر اللبانية اللي تعاوني تعاوني الجهاز الهضمي امتاعي باش يحسن من موظائف امتاعه ندخل الحبوب كما زرعة الكتين ولا بودور الشياء نحطهم في غورت في كاس الحليب امتاعي فما لي يخذ قهوة في الصحور اذا الحليب يقلق ونجم يستهلك القهوة الكحلة ونشرب الكميات اللي معدل نصيتها ماء في الصحور بالنسبة احكينا على اهمية السوائل كيفش نقسمو اوقات شرب الماء على كامل السهرة بل حتى ما نخلطوه للصحور على كامل السهرة اذا انا كل نص ساعة ناخذ كاس ماء بمعدل ميتين ميليليتر النجم اذا انا باش نصر للعشرة لحدش متعليل النجم نكون سكرت اترا اترا وربعه وماء وخليت كاس لسكيسين للصحور بمعدل كل نص ساعة كاس ماء يعني كل نص ساعة يزننا كاس ماء نجم يكون جو ينجم يكون ديتزان زادي نجمو نبقص شوي الحضم الهضم بتاعنا خاصة اذا يكون فيها حاجات اللي تنقص من الغازات والانتفاخات كيما الكمون كيما البيس بيس كيما الرند حبت الحلوة هدوما الحاجات نستهلكون في اللي تيزان بتاعنا ما هي دكتورة شنين حاجات اللي تعملنا نفخاً في الكرش وتعملنا القاس الحاجات في الصبة الرئيسية اي في الميكلة هاني قلت لك اهم حاجة انو منا مضغوش مليحات عملية الهضم تبدأ من المستيكاسيون تبدأ من مضغان متع الميكلة اهم اكثر مسبب للغازات والانتفاخات اللي هو اني الموفيز مستيكاسيون قلت شرب الماء نحاول نشرب بالقديل الماء نحاول ندخل الالييف اللي هي بشتعة واني ننقص من الكنسوماتيون متع العجين والخبص ونمشي للحبوب الكاملة ونبعد اذا انا عندي قلق متع مثلا العبيدة اللي عندها القولون العصبي تنجم تتجنب البقوليات بطبيعة كل انسان نرجع نقوله كل انسان والدقريد والسانسيبيليتين بتاعه كل عبده شنو يقلقوا الحاجة اللي يتقلقوا واللي تعملوا الغازات يحاول انو يبعد عليها العبيدة اللي عندهم الجير يحاولوا انهم يقسموا ميكلتهم على مرتين ما يكلش على مرة بركة كيف 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 كيمة العبيد اللي عندهم الجير اللي عندهم التهاب في المعدة او قرحة في المعدة ومسموح لهم انهم يسيموا يحب ذا يقسم ميكلتهم على مرتين ما يكلش تفعة واحدة باش ما يتقلقش شكرا لك دكتورك ان تعطينا اهم النصائح معناك في كلمة الختام اهم النصائح والتوصيات الغذائية اللي كنت ما نتلخصها من اللي كنت تحكي فيها مدوم الكورش مع اهمية الرياضة اهمية الرياضة باش نتجنبوا مشاكل سوء الهضم نحاولوا ان نشربوا كمية كافية من السوائل ناكلوا حصص متع الياف كاملة الالياف اللي نلقاها في الخضرع في الغلة نلقاها في الحبوب الكاملة نلقاها في البقوليات ولن كل انسان والسانسيبليتين متعبدنو ندخلوا الزليمان لكتو فرمانتي كمرايب والبن والياغورت الناتوريل زيدا كيف كيف ندخلوا الفيبر بريبيوتيك اللي نلقاهم في الحبوب الكاملة نلقاهم في الشوفين نلقاهم في الجنرية وخاصة اللي هي طوى وقتها ناكلوا حصص حصص كافية من البروتيينات ونقصوا من كمية العجين وبالعكس نمشيوا للحبوب الكاملة نشربوا الماء على طول السهرية بمعدل كيس كل نص ساعة نمشيوا بمعدل بين 4 ساعة ونص ساعة في السهرية بش نهضموا بش نهضموا بش نهضموا واهم حاجة نتجنبوا المقليات نتجنبوا استهلاك السكريات بكثرة نتجنبوا الميكلة الدسمة لفاحات متعنا تكون تكون مدروسة كمية الزيت اللي بش نستهلكوها زيدا كيف كيف يكونوا مدروسين خطعنا برشا أطبيق تتحط على طاولة رمضان اللي بريكا مش ديما تكون مقلية وحاجة أخرى قد ما تحط أنت زيت في المقلة متاعك حتى قد ما الورقة متاع بريك بش تشرب يعني إذا تحب تقلل من كمية الزيت النقلي اللي بريكا في شوية زيت مش بعشا ونقصلها النار ونخليها تطيب في عقلها وكيما نجم نعملها مشوية كيما نجم نعملها في الفور كيما نجم نعوض بالتواجن ولا بالليتاقت بش نقص من الفريقانس متاع المقلي نستهلك فيها على طول الجمع شكرا لك الدكتورة مانايل العرفة وإخصائية تغذية إلاجية وصلنا لختم حلقتنا إن شاء الله نتقابلوا غدوة في حلقة جديدة من برنامج صحتك تهمنا إلى اللقاء وشاهية طيبة موسيقى 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 موسيقى